دماثة الأخلاق ضرورية جداً للأعمال الدعوية فإذا لم يكن المرء دمثاً في خلقه لن يستطيع الدعوة بين الناس مهما كان لديه من العلم أو الورع بل يمكن لصاحب الأخلاق أن يعمل في المجال الدعوي أكثر منه بكثير حتى لو كان قليل العلم والورع ولذلك ننصح الدعاة وخدام الدين والعلماء بأن يكونوا على قدر من دماثة الأخلاق واللين خاصة مع الناس الذين يحضرون مجالسهم ويريدون أن يصلوا ويصبحوا صالحين أو يقبلوا على المساجد ويجتنبوا المعاصي ويميزوا بين الحلال والحرام فالحلال أصبح ضعيفاً هذا ما يفعلك العلماء إنهم يرغبون الناس بالجنة ويحذرونهم من النار فيجب عليهم أن يكونوا أصحاب أخلاق نبوية وقد لا يكون البعض ليناً في طبعه ويبقى هكذا بجدية حابساً وإذا رأيته فقد تظنوا أنه قد تعارك مع أحد بالفعل قبل قليل مع أنه ليس كذلك فقط وجهه هكذا وهكذا مثل هؤلاء هم طيبون في بواطنهم لكن يجب على أمثال هؤلاء أن يبتسموا ولو بتكلف حتى يتعودوا وهذه نقطة مهمة تمسكوا بها فالابتسامة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم بل وتثابون عليها أيضاً إن نويتموا الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن سيدنا جرير بن عبد الله رضي الله عنه وهو صحابي يقول ولا رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهه وعن أم الدرداء رضي الله عنها وهي صحابية قالت كان أبو الدرداء إذا حدث حديثاً تبسم في حديثه فقلت له إني أخشى أن يخرقك الناس فقال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثاً إلا تبسم في حديثه من أحد الأسماء الصفاتية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بساماً صفة لمن يبتسم واسمه الآخر ضحاكاً وهو كثير الضحك بمعنى كثرة التبسم أيضاً هكذا كان وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أما نحن لو أراد أحد وصفنا لقال إنه عبوس الوجه حين تراه تظن أنه قد تشاجر مع أحد دائماً عليه علامات الغضب لذا أيها الأحبة ابتسموا دائماً فالابتسامة مفيدة للصحة وبها زوال القلق ولها فوائد جسدية كثيرة فلنحاول هذا جميعاً ومن لا يستطيع ذلك فلا بأس أن يتكلف التبسم فيبتسم ويبتسم ويبتسم حتى يصبح متبسماً إن شاء الله تعالى بعض الناس يبتسمون حقيقةً عندما يريدون شيئاً من أحد على وجوههم تلقائياً فلنتسم أمام الأغنياء والشخصيات الكبيرة ولا شك أن الثواب منوط بالنية كذلك يجب أن نتبسم أمام الفقراء والضعفاء والأطفال فأنت متبسم لله وعندما تصبح دمثل الأخلاق يزدهر مركز الدعوة الإسلامية بسببك إن شاء الله تعالى إزدهاراً غير مسبوق